السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية. وكما هو ظاهر من العنوان اليوم خبرتكم باننا سوف نتعلم كيف نكتب باللغة الفرنسية بكل سهولة. جيد. ولكن قبل ان نبدأ في تلك التقنيات البسيطة. اريد ان اعطيكم نقطتين جد مهمتين. وهما الاساس اللذاني سوف يعطيانكم ارهيحية في تعلم. لهما القراءة والكتابة. يجب ان تكون لديكم عفوا سوف اكتبها لكي تتذكروا عادة القراءة والكتابة. عفوا هاتين العادتين هما الاساس عادتين سحريتين لا يمكن ان نستغني عنهم. عادة القراءة والكتابة. جيد. لان كيف ذلك? يجب ان يصبح لديكم عادة يومية في قراءة الكتب. ابحث عن نوع الكتب الذي يستهويك سواء في الرياضة في الادب العربي في السياسة كتب تطوير الدات. جيد. باللغة الفرنسية. واخد عادة على الاقل اقرأ. صفحة صفحتين في اليوم. جيد. وثانيا يجب ان تتدرب على الكتابة. كل ما اتيحت لك الفرصة. اذا كان يوميا فهذا جيد. خد دفترا وقلم وحاول تدوين ما يدور برأسك. حتى روتينك اليوم ما قمت به اليوم باللغة الفرنسية. جيد. اكتب هذا باللغة الفرنسية. كل ما قمت به. اكيد سوف يكون هناك اخطاء كثيرة. ولكن لا يهم بعد ان تنتهي من الكتابة اذهب وابحث عن اه في هاتفك عن جوجل يعني اه محرك البحث جوجل في الترجمة. واكتب ذلك وسوف يصحح لك اكيد. جيد. بهتين العادتين سوف تطورون كثيرا. تقنيات الكتابة باللغة الفرنسية بكل سهولة. هل سبق لكم ورأيتم رياضي على مستوى عالي لا يتدرب. يستحيل. كل رياضي تراه بانه متفوق جيد. كن متأكل بانه يتدرب يوميا. لا يمكن ان تقوم بهذا مرة في الاسبوع او مرة في الخمسة عشر يوم. يوميا. اذا اردتم اردتم عفوا ان تصلوا الى مستويات عالية في تعلم الكتابة باللغة الفرنسية. يجب ان تكون لديكم هاتين العادتين اليوميتين. قراءة الكتب والتمرن على الكتابة. جيد. الان نعود الى اه عفوا سوف امحي هذا. سوف نجي نتكلم عن الطريقة التي اخبرتكم. انا سوف اعطيكم شيء بسيط. لك هي هو الذي سوف تعتمدون فيه على تعلمكم في اللغة. تعلم الكتابة باللغة الفرنسية. دائما بحثوا عن جمل بسيطة وهي التي سوف تكون بمثابة قاعدة تنطرقون عليها. كيف ذلك? سوف ترانوا الان باعينكم كيف سوف فنقوم فقط بجمل بسيطة ان نطورها ويصبح لدينا فقرات ونصوص وما الى ذلك. مثلا انا مثلا اريد ان اتكلم عن عن نفسي عن كرة القدم واقول انا احب كرة القدم. جام اعفوا يجب ان نعود للفرنسية. جام جام الفوتبول. هذه جملة بسيطة. فعل وفاعل وامفعل به. انا احب كرة القدم. سوف نأخذها كقاعدة. بعد ذلك سوف نقوم باضافات هنا. هذه التقنية. انتبهوا معي. دائما جملة بسيطة. فعل وفاعل وامفعل به. وبعد ذلك نقوم بتطوير هذه الجمل. مثلا اول شيء يمكن ان اضيف ان اضيف صفة. اجيكتيف. جام بوكو. الفوتبول. انتبهوا انا اريد ان احتفظها باللون الاسود بالاضافات لكي يظهر لكم جام بوكو الفوتبول. انا احب كثيرا كرة القدم. جيد. مثلا يمكن ان اقول منذ طفولتي وانا احب كرة القدم. جيد. ها نحن نقوم بتطوير الجملة. لكن انتبهوا. القاعدة انطلقنا من جملة بسيطة. يمكن ان نقول. دبوي. من ننفحنص. من ننفحنص. مننفحن. الفان منا بزい مانزقنا. من تقام بسيطة. عن دبوي اعداد الاسود thatيكون داعر لنا. الكلمات التي اضفنا. دبوي مننفحي دعو كرامي غطبول. انتبهوا. انتبهوا. نظروا كم statewide جملة يعني اخر تيسان. مننفحين في موكو الفوتبول. جيد أنا أريد الاستمرار والاسترسال وأن أكتب عن هذا جيد مثلا سأكتفي بهذا وأنتقل إلى جملة جديدة الجملة الجديدة نفس المبدأ جملة بسيطة فاعل وفاعل ومفعول به أو المهم أن يكون فاعل وفاعل حتى وإن لم يكن هناك مفعول به مثلا أنا أحب كرة القدم ولكن أنا أمارس أيضا كرة القدم يمكن أن أكتب جملة بسيطة جملة بسيطة جملة بسيطة دائما مع فاعل وفاعل ومفعول به هنا لدينا الملاحظة الأولى كلما رأيتم بأن لديكم تكرار لكلمة يصبح أسلوب رقيق يجب البحث عن تعويضها مثلا إذا كانت الكلمة مذكرة تعويضونها بلا إذا كانت الكلمة مؤنث تعويضونها بلا وإذا كانت جمعة تعويضونها بلا مثلا لدينا هنا لفط والتكررت سوف نكتب جلس سوف نضيف هنا ل بخاتيك جلس بخاتيك ونحضف الفط والي كي لا يتكون هناك أفا أن تكرار جلس بخاتيك جيد كيف ذلك؟ جلس بخاتيك أنا أمارسه يوميا لا أمارسه يوميا أنا أمارسه أمارسه كرة القدم مثلا كل نهاية أسبوع هذه إضافة جديدة جلس بخاتيك شاك أفوان شاك فا دو سمان جلس بخاتيك شاك فا دو سمان أنا أقوم بتوسيع الجملة من طبيعة الحال سوف تقولوني لي بأنه سوف يكون هناك أخطاء أعفوا هنا سوف يكون هناك أخطاء عادي لا يهم جلب بعد ذلك تبحثون على التصحيح وكلما أخطأتم وصححتم جملتكم يكون هذا في أكثر إفادة لأن بخطائكم وبعد ذلك تصححون تترسخ في دينكم جيد أمدرو إلى كيف تصبح تتوى تسعجم جملتنا جلس بخاتيك شاك فا نبدأ من البداية جلس بخاتيك جلس بخاتيك شاك فا دو سمان هذه بسيطة ورائعة جلس بخاتيك شاك فا دو سمان ممكن أن نضيف أكثر مع هذا أذك مي زامي أذك أفن أذك مي زامي نظروا نظروا كيف أصبعت فقط من كلمات بسيطة أذك وأمارسه كل نعيس أسبوع مع أصدقائي انتبهوا إلى القاعدة قلنا جمل بسيطة ونبني عليها جمل بسيطة جملتنا الأولى كانت جام لفوتبول بعد ذلك جلس بخاتيك لفوتبول أمارس كرة القدم انظروا كيف تطورت هاتين الجملتين حتى أن أصبحت عبارة عن فقرة سوف أتمم جيد أنا لا أنا أحب كرة القدم لاحظوا بأنني أكون جملا بالعربية وأقوم بترجمتها في رأسي جيد وإن لم يكن لديكم القدرة على إيجاد الكلمات المناسبة فأدوات الترجمة كثيرة ولا عيب ولا بأس بأن تستعينوا بها في البداية استعينوا بهاتفكم استعينوا بقوامات اللغة هذا ليس عيب فأنتم تتعلمون نتمم جملا بالعربية 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 جملة بسيطة ولكن أحب مشاهدة مباراة كرة القدم جيد قلنا هنا الجملة البسيطة التي كانت لدينا الثالثة هي جملة بسيطة جملة بسيطة إذن هذا ما أضفنا سوف نعتبره كإضافة جملة بسيطة جملة بسيطة جيد هذه الجملة الثالثة ماذا يمكن أن نضيف أيضا ممكن أن نقول هذه الجملة الثالثة وهي التي سوف تكون قاعدة ويمكن أن نقول ماذا جمع جارد الماتش دفوتبول شي مو شي مو ماذا أفك ماذا زنفو زنفو جيد ولكن مع الإضافات أصبح فقط من ثلاثة جمل إذا قمنا بعد الكلمات كلمات الجمل الأساسي لدينا فقرة كم بها من كلمة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون أو سبعة وعشرون نعم نسيت لم أحسب سبعة وعشرون لاحظتم الفرق كان لدينا ثلاث جمل مكونة من سبعة كلمات أصبح لدينا فقرة مكونة من سبعة وعشرون كلمة فقط بالطريقة التي هي أضع جمل بسيطة وأبني عليها انظروا إلى ما وصلنا إليه يمكن أن نستمر هكذا إلى غاية نهاية النهار ولن نتوقف فقط جمل بسيطة وأبني عليها جمل بسيطة وأبني عليها قد يكون لديكم أخطاء في الإملاء الأخطوغراف في تصريف الأفعال لا يهم بعدما تصححوا اذهبوا وابحثوا عن أخطائكم ودونوا هذا ومرة على مرة على مرة سوف تترسخوا في دينكم كونوا متأكدين كونوا متأكدين بأن هذه الطريقة جد جد فعالة في البداية قلنا عادة يومية للقراءة صفحة أو حتى صفحتين في اليوم لا بأس كبداية وعادة التدرب على الكتابة ابحث أكتب عن ما تقوم به كل يوم ابحث عن موضوع تحبه وأكتب عنه أنا أيضا لم أشر إلى نقطة هنا أخذت أنا شيء عادي وكتبت عنه تخيلوا معي لو كان لديكم موضوع مضبوط لديك هناك موضوع مضبوط تريد أن تكتب عنه ذلك الموضوع يعني لديك أفكار دون تلك الأفكار باللغة العربية في جمل الفكرة الأولى جملة بالعربية الفكرة الثانية جملة الفكرة الثالثة جملة الفكرة الرابعة جملة جميع الأفكار ذلك الموضوع أكتبها في البداية باللغة العربية بعد ذلك سوف تقول هذه الأفكار تكون جمل بسيطة باللغة الفرنسية ابحث عن ترجمة فهيصبح لديك ستة سبعة جمل بسيطة فعل وفعل وانفعول به باللغة الفرنسية هي التي ستنطلق منها وتبني عليها ذلك الموضوع الذي تريد كتابته أظن الأمر أصبح واضحا يلزم فقط التطبيق والمداومة على هذا لا أظن بأنكم إن فعلتم هذا أن مستواكم لن يتقدم أنا متأكد بأنكم سوف تتقدمون هكذا أصدقائنا قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم أتمنى أن تكونوا فعلا قد استفدتم منه دائما وسيلة شكركم الوحيدة لي هي أن تدعوا لايك 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 ومن طبيعة الحال لا تنسوا تقاسم رابط الدرس مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء